وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 335 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 232 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 24 طن سلع غدائية وغير غدائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط قرابة 15 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 180 طن سلع غدائية وغير غدائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 485 قضية من بينها 99 قضية خبز ناقص الوزن فضلا عن 74 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر